تعالوا بقى نقول مأدير الباستا فلورا علشان تلحق تستوي معنا هنعمل ايه بالطين بانيليا سيلة نص كباية سكر رشة ملح نص كباية زبدة نص كباية زيت ممكن نستغنى عنهم بالسمنة يعني عادي جدا تلاتة كباية دي منخول تلاتة معلقة صغيرة بيكينج باودر تمام المأدير ملحة سيئلة ها سامعكم بتقولوا ايه مش موجودة في كل بيت ها بسيطة جدا يعني تقدر تقومي تنفذيها وكمان الشكل بقى مش هيستدهوا ان انت اللي هعمله لان احنا كمان هنعملها ببريزنتيشن مش عايز اقولك السهولة واليوصر ده ايه ده ايه ده طيب تعالي نعمل ايه انا هحتاج هنا احنا عندنا بالتانية سيطة طيب انا عندي هنا خلاص التين بتاعي اللي انا قلتلكو هننقاوه بالسكر تمام كده مش معينا وليسه عندي الجيلاتين ده انا هستخدمه وكمان عندي ايه الميا بركن كده الحاجاتي على جنب واجيب ادي البولات بتاعتي اول حاجة بصوا احنا هنا كانوا بطين عايزة بيضة تانية سعيد لو سمعت هنا كانوا بطين صغيرين فانا قلتلك احنا نحط بيضة تلتة ليه لان لو البيت صغير حطوا بيضة تلتة ده يزبط القوم اكتر خلاص فانا احط ايه ادي البطين بتوعي تمام مشي وبعدين بحط عليه ايه ثانية واحدة احط عليه بقى اول ما بحط البيض بحط ايه؟ الفانيليا اخد اهي فضل مش عارف اش كورك ازيه ولا بس انت طالع من الجيل اصبرها ماشي دي برضه هنحتاج هوا بعدين نحط هنا ايه نجيب بس كده حاجاتنا جنبنا هروح ضربة الاول البيض تمام خلاص يبقى انا لقيت البطين قليلين حطيت بيضة اخدوا كده ان تلتة كباية دقيق يبقى نحط لهم تلتة بيضة تمام كده واضرب كويس جدا تمام اقول هحط السكر هقول قاله يا رفاقيل ازيك انا اسفة انا اسفة انا اسفة انا اسفة ارجع كلمنا تاني طيب يبقى انا كده حطيت ايه جماعة حطيت البيض وحطيت عليه الفانيليا وحطيت السكر وهضرب بقى لحد ما قيت السكر عندي يختفى اختفى ونقول يا استاذ احمد احط الزيت والزبدة قاله يا استاذ احمد ينفع اشيل كل ده وحط مكانه ايه احط مكانه سمنة عايزة جدا لحية موجودة في كل بيت خلاص واضرب تاني احط ايه ثلاث معالق باودر اللي هم صغيرين على الدقيق وحط عليهم ايه زارة ايه ملح احليه زارة ملح وحنا بنعمل حيدي اقول انا بنعمل حلو الملح ده يا جماعة بصوا دايما حطوه في اي حلو او حيدي ده بيزر القطعمة بيزر القطعمة جدا ودي الفانيليا كمان عندي كان فيه انا حبة اقولهم اكتر حاجة خلاص وهقلب بقى البيكينج باودر ده شوفته قد ايه سهلة قد ايه بسيطة مش محتاجة اي حاجة ايه اقول مين اقول قالو هي ايه اى مين ؟ يا امو محمد ام حبيب ازايك يا حبيبتي عاملة ايه والله العظيمة وحشان جد والити جدا يا حبيبت ايه اخبارك كل الحمد لله وانت جدا يا ا 연습ي ان اتعلم اللي افاو ما ont g-o لا اناBen跟我حشك كل يوم ولا ايه ولا والله الا انت بخليبك العرفة كل يوم وانتين والله علي يا حبيبتي اتمنى اسمع صوتك كل يوم يا حبيبتي خالص تلا ما انت عايزة اكلم جديك وحاشينا على طول بس انا قلت ما تقلت عليك ربنا يخليكي والله يا امو محمد عامل اي اخبارك واحشاني والله وبحبك كدا والله ربنا يا رب يكرمك من القلب للقلب وقليلي بقى ايه اشهر صاندريت عندك كان مربة بتحبيه والله التن بحب التن اكثر حاجة يعني الله عليك الله عليك عشان هو لذيذ ومفيد حاجة حلوة يعني وسهل وموجود دلوقتي ونقدر نعمله على طول والله العظيم انا عايز اقولك علي حاني اتفضل كل حاجة تبقى حلوة من ايدك الله اكبر عليك يا حبيبتي ربنا يخليك والله مش عادي فاشكرك ازاي لا والله انا بحبك جدا وبعدين انا بحبك انا بحب مهنة بكون في ايه انا احبك وراتي يا حبيبتي ربنا يا حبيبتي ربنا حبتي لما وراتك ما والله ايه ربنا يا ربي جعلك نجاح دايما على طول يا ربي يا ربي بجد متحرمش من كلامك ابدا انا اقولك علي حاجة انا مش بغيرك انا فعلا لما بحب بحد بحب بخلّم والله يا حبيبتي والله اباين من كلامك ربنا يخليكي ربنا يخليكي يا حبيبتي بجد متحرمش منك ابدا شكراً يا حبيبتي ربنا يخليكي بصوا أنا عندي هنا أيه بصوا شايفين الخليط عامل إيزاي اهو شايفين الخليط دا بأأنا باسيبه في التلاجة بصوا أنا أيه أنا ساعة وقت ما جيت احطت دقيق أنا شلت الماضرب ليه أنا مش عايزة أخلي العجينة عندي نشفة درب الديقيق طبعاً بيحفز الجلوتين اللي فيه بيطلع ايه بيخلي الحاجة عندي نشفة لأأنا مش عايزة عندي الخليط دا ناشف فعشان كده بالاسباسيول عندي وقلبت من تحت الفوق اهو شايفين لحد ما بقى عندي العجينة بالشكل ده خلاص اهي طيب انا هشتغل فيها دلوقتي لا انا هسيبها في التلاجة قد ايه نص ساعة وبعدين هغطيها طبعا بالستريتش واسيبها في التلاجة نص ساعة وبعدين اخرجها واشتغل فيها وبعدين نقول دلوقتي ايه الو ازايك حبيبتي ازايك انت يا حبيبتي اعمل ايه اخبارك الحمد لله تغيير الحمد لله مشانا اسمها تصوتني فين اخيرا ايه اسفتي والله مبسوطة جدا اه هي كان نفسها فعلا تكلميك وبعدين كويس انا كنت عندها قلت لها لازم تكلميها طبع والله انا مبسوطة جدا وهي مبسوطة لكلمتك الحقيقة حبيبتي ما تحرمش منكو ابدا يا رب الله يخليك حبيبتي هو بصي زي ما قالت ام محمد يعني احنا مش بنجملك احنا فعلا بنقول الحقيقة حبيبتي ربنا يخليكو بجد والله انتو عيلتي انتو عيلتي بجد انا بقى ليه عيلة كبيرة قوي الله يخليك يا حبيبتي انتو سند مش عايز اقولك انا لما بنزل حاجة كده وبشوف كومنتاتكو انا بحس قدينا مسنودة يعني انا بحس كتير بقوله رب انا اكيد مسنودة بالنزل بصي يا حبيبتي ربنا يخليكو والله انتو احلق وليلي بقى احلق سندويتش عندك مربا بتاكليه هو ايه؟ بصي هو طبعا التين كمان يعني انا عندي التين في برشومي ده حاجة تاني قابل صح؟ اه وفيه كمان اللي هو الكريز وفيه المشمش الله بقى الله بقى الله الحقيقي يعني الله بقى بتحب تعمليها في البيت؟ اه انا عايزة ما عليش هخليك تنزل لنا المقادير تاني عيوني انا كنت بتكلم في التليفون فما تشبتهاش كوي لا يا حبيبتي ولا يا بس انا ممكن اشوفها يعني يا لايف وممكن اشوفها اعادة يعني انا هقولها لك حيلا بص هي سهلة جدا اه قبلها بيوم بنقع كيلوتين على نص كيلو سكر اه قبلها بيوم ما بحط اي حاجة تاني بغطيه طبعا بستراتش ويسيبوه في التلاج قبلها بيوم اه بس كده كيلوتين عليه نص كيلو سكر وبعدين بحطه في الحلة تاني يوم وبحط عليها عصرة ايه؟ لمون وبعدين بسيب الخليط بعمل ازاي؟ اه جميل والسه بقد انا هربطه كمان بجلي بس احنا ممكن نربطه بالجيلاتين اللي ها مالوش طعم وماش شام اه بس انا عايز اربطه بجلي فراولة علشان كمان يخلي الطعم احلى واللون اجمل هيبقى احلى فعلا اه في جد ان شاء الله يعجبك يا حبيبت يا حرمتي ربنا يخليكو متحرمش افدا من سماع صوتكو يا رب ولا محبتكو دي بعد ما اخدنا شوية مكلمات كده يفرحوا ويسندوه هنروح فوصل صغير من جرجع لكم بسرعة استنونا موسيقى موسيقى مش عايزي قولوكو احنا هنا يعني عاملين قد ايه سيم مع بعض والله يا ربنا يخليهم مش عابب اشكرهم ازاي بكل مدينين تصوير هم اللي قاعدين معيه طول التصوير ما فيش حد تاني قاعد معينا بقى احنا في الفاصل بقى عندنا عم علاق بقى حد جميل قوي ومستر اشرف عم علاق ده بقى كل حاجة لازم يطلع فيها اف ايه مستر اشرف يقولو انت كده خاصة استنفزت كل اللي عندك النهاردة احنا سامحين لهب ثلاثة بس يعني عم علاق معادي الثلاثة عامل ثلاثين كده ربنا يخليهم بجد بهم دول اصلا الجيش القوي اللي ورايا ده غير الناس اللي في الكنترول عايز اقولوك انا ما بينزل التتر انا بتخد والله بتخد بقول انا كل دول ورايا انا ولا حاجة اصلا انا من غير الناس اللي في الكنترول من غير الناس اللي في الستوديو ده انا ولا حاجة ادارة القناة وكل القائمين عليها انا ولا حاجة من اول اللي بيستقبلوني على الباب الناس اللي قاعدة الامن الكير الميكب الشعر انا من غيرهم يا جماعة ولا حاجة انت بتشوفوا حد واقف قدامكم حد واحد بس مش عايز اقولوكو احنا جيش جيش قوي بادارة تن طبعا يعني بجد انا بتخد والله ان التتر اما بينزل عارفين كده لما جسمي الجسموكو اشعر من كتر الرهبة نزلي كلها ورايا انا ربنا يخليكم الف شكر ديكو كلكم اتكلمت كثير طيب قادي العجينة عندنا خلاص وقادي القلب مشي وعندي بقى بولة هنا حلوة كده حاضر هنزل فيها الجالي تمام انا بس هكمل ايه هنزل فيها الجالي وهاخد الاول قبل ما نزل الجالي واخففه بالمية السخنة هدي للمربة اللي عندي دي ضربة واحدة بالهند بلندر ضربة واحدة اهو شايفين بس كده انا ربطتها اكتر ببعضها مش عايز اقول لكم رحيتها ازاي الطحفه ادي عندي الجالي كمان وعندي المية السخنة لازم علشان يدوب معي اهو ده جالي فراولة ماشي ممكن نستبدله بايه بجيلاتين عادي اللي هو الجيلاتين اللي هو ملوش لون خلاص اللي هنستخدمه طبعا فاصفات اليترس كده خلاص واروح حط بقى الجيلاتين ده عندي هنا فين على اهو المرة بصوا اللون بصوا اللون وبصوا الجمال وبصوا الربطة شايفين الله 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 لسه بقى هتغلي شوية ماشي واقول لكم ازاي بقى نحفظها في البرتمان وازاي نعقموا وايه طرق بصوا ينهارا بيت جميلة ازاي ايه رأيك يا مسلم انا عايز ارأيك دلوقتي حالا ايلا ايه رأيك إلوه ايه رأيك وانت بتعاملي حاجة واكسه ابدا يا حبيبتي ربنا يخليك ربنا يخليك لي عامل ايه اخبارك الحمد لله صباح الحلويات صباح الفل يا حمد لله اه عامليني النهاردة حلويات بصراحة اه طبعا صباح الفل يا حبيبتي صباح الهنى يا حبيبي تقلت يا عامل ايه اخبارك الحمد لله قولي. وحكتينا مبارح قوي. وانتي جدا والله. وانتي جدا. كان يومي فل مبارح. الحمد لله انه هو عده. الحمد لله. الحمد لله قولي بقى. عايز اقولك ان تكت الجيلي بتدي المربة يعني بتوديكي في حتة تانية. خالص. حلوة قوي. حببتي. حببتي. ما قولك انت بتعملي حاجات كتير قوي كتير. اه انا ما كيش حاجة فيكم. واحنا عايز اقولكو اللي عملا تشكر فيها دي استاذة مطبخ اصلا. بجد والله استاذة ابسها متواضعة حببتي. حببتي والله بصي فعلا المربة. المربة الفراولة لما بحط لها برضو الجيلي بتبقى حلوة جدا. قوي. وبردو بعملها زيك. انا مش بعمل الفكهة على طول احط لها السكر وعلى النار. لأ. لازم احطها برضو من بالليل في التلاجة. اه. وبردو بتبقى حلوة جدا. قوي قوي. اه. بتنزل السكر كده. وبتستبي اولا بسرعة جدا. ايه. خلاص. ما بتاخدش وقت تبقى هتحسي كده. وبعدين ما تحط لهاش ميا والحية بتنزل الميا بتاعتها. ما اه. ما بنحط لهاش حاجة هي بتنزل السكر بتاعها على طول. اه. اه. احنا بس استخدمنا نص كباية ميا علشان نعمل فيه الجيلاتين. ايه. اه. او الجيلي. وليلي بقى ايه اكتر ساندويتش بقى مربة بتحبيه كده. بتعودي وتستمتعي بيه وبتكليحة مع ايه. بصي الاولا المشمش. ايه. والتين. التين انا بعسك التين الفرشون. ايه ده وانا. بحسكه وعارفة يعني ايه انا عندي اسلام ما يحبوش ابدا. اه. حب التين الشوكي لكن انا البرشومي حلو جدا بحبه قوي قوي. انا بحبه زي ما قلت بحبه ايه. بحبه مربة لكن اكله ده يعني ممكن واحدة ولازم قلبها بس ما كلش. لكن عندي فعلا ماما تعشى. اه. تعشى التين البرشومي يعني تحب. عمتا الفكهة كلها حلوة. طبعا. اه. طبعا يا حبيبتي. ربنا يخليكي حبيبتي. ربنا يخليكي لي. ودائما كده بتعمل لنا الحلو كله. يا حبيبتي. وعايزة اقول لي نزين مرسي قوي ان انت اتصلت مبارح اول مبارح وطبعا سلمت عليكي. اه. وكاد بتسلم علي بشكرها جدا. بيحبوكي جدا جدا. نزين عارفة الزوء الرقة زي مومتها بالزبط. زيكو كلك. وزي مادام سرية. يعني عارفة مجموعة كده حلوة. ما هو اللي يعاشركم لازم يتعلم منكم. ربنا يبارك لكي حبيبتي. بجد. ده انتو يعني مثال وقدوة للصحبة الحلوة الجميلة. ربنا يخليكي. بجد. بصي زي ما قالت لك نجين مش اي حد بنكلمه. اه. فعلا اللي بنعشقه بنحس ان هو فعلا اعماله بتتكلم عنه. حبيبتي. اه والله ده بنكون بقولك انا زي ما قلت لك قبل كده بنسيلك فوق رأسنا. يا حبيبتي ربنا يخليكو. والله يا حبيبتي قلبي. والله يا حبيبتي قلبي يا حبيبتي ربنا يخليكي بجد ما تحرمش منك ابدا 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 يا مؤسلام يا ربي دايما دايما اسمع صوتكو وتونس بيكو كلكو والله. ربنا يخليكي يا حبيبتي. بصوا بقى انا بحشي بعد ما حطيت العجينة في القالب اللي هيدخل الفرن بحشيها بالمربة. ماشي. اه. طبعا لازم المربة تكون ايه بردة. اكيد مش سخنة. اه. اه. ماشي. ومعينا ام سجدة. الله بحب اسم سجدة ده جدا. الله. الو. بقول الو. الو. الو يا حبيبتي ازايك. الحمد لله. انا بحب برنامج حضرتك جدا. انا اول مرة اعمل مداخلات الفيزيونية. يا حبيبتي ربنا يخليكو والله ده شرف لي. شكرا جدا. عامل ايه. المربة تحفى تحفى تحفى. يا حبيبتي ربنا يخليكو. انا وراكي. خطوة بخطوة عالبتو جايز كده. الله. خطوة بخطوة اول مرة اعمل مربة. فبجد. ان شاء الله تعجيبك بجد وهتستمتعي بيها وتحس كده ان انتي الواحد لما بيعمل حاجة بيتي بجد بيبقى مبسوط بها قوي. اه. لا بجد جميلة وشكلة حلوة حتى دقتها كده ويا لسه مستويش حلوة جدا. سكرها هتلاقيه مزبوط جدا. حضرتك بس انا كنت عايزة عرف طريقة اللازانيا عشانيه مستطبوطش معاي خالص. اللازانيا؟ اه. حاضر احنا عملناها قبل كده هنزلك طريقتها حالا. نعم. شكرا جدا. انت تقومري يا حببتي. شكرا جدا. عفوا. قولي لي بقى اكتر ساندويش بتحب به مربة ايه? بقى حب اللازين والفراولة جدا. الله. احنا كده زي بعدينا. سلميلي على ساقد. اه. بقى. اه بتحب بشي مش بش. اه. بحب بلا. اه. بقى انا كبير. اه. تقواني السين بقى وانت بتعمليها كده. قولتها. لا اقضر بلوك. لأ هتعجبك بشكل غير عيدي بجد إن شاء الله يا حبيبتي نورتيني وشرفتيني يا أمو ساجدة وبجد أنا بسوطة جداً وحيعتبرك خلاص من هنا ورايح مكلمتك هستناها كل يوم هي أول مرة بتبقى اتطلع عياني كده بس هسامحكم فيها في التأخير بس بعد كده مش حقلان أعذر أحد كل يوم مكلمة كل يوم زي المطارق كده زي المطارق تقدر بتدخليش يوم ها تقدر قدرت راحت فينا قالو اي حبيبتي عاملة اي حبيبتي أخبارك أنا معدرتي أصلاً أفوت يوم تخرمش مع صوتك ما أنا بقوله هو تقدر هو لا طبعاً عاملة اي حبيبتي أخبارك انت حبيبتي قلبي ربنا يسعدك وكلك يا رب يا حبيبتي ربنا يخليك ومتحرمش منك أفداً عاملة ايه يا ربنا يحسن من ايديك امين يا رب ويسعدك يا حبيبتي قلبي امين يا رب يا حبيبتي يا رب امين يا رب صراحة البنات الناس اللي وراك كلهم بجد والله والله يستهلوا كل خير بجد حقيقي حقيقي جيش جيش كبير حقيقي والله ربنا يخليكوا البعض ودايماً يحبوك وده انت تتحدي من غير حاجة يا حبيبتي ربنا يخليك انت حط الشوكولتاية يا حبيبتي ربنا يخليكي انا بجد مسنودة بيكم بكلام كل حلو اللي يفرح ده لا والله العظيم انت كده حطت مرنجلة فيه يا حبيبتي ربنا يخليكي الله يساعدك يا ربي ويساعدك يا ربي يا حبيبتي ويساعدك قوليلي بقى اي اكتر ساندويش كده من ربا بتحبي تكليه هو بصراحة التين التين جميل جداً اه انا بحب التين في كل احواله احنا كده بصرة بقى اه والله بحب التين في كل احواله وبعدين ده كفية ان ربنا سبحانه وتعالى ذكره في الكرآن الكريم طبعاً طبعاً يعني بجد حاجة مفيش بعد كده وسبحان الله ربنا ما خلقلناش حاجة وحشة والله اكيد طبعاً طبعاً ربنا ما بيخلقش حاجة وحشة وسخر كل حاجة لينا طبعاً الحمد لله الحمد لله سخر كل حاجة للبنى عدم طبعاً 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 يا حبيبتي ربنا يخليكي ودايماً سمع صوتك يا حبيبتي وما تحرمش منك ابداً وهستنكي بقى تجربي الباستا فلورا او المبروشا او حجار الالع اسمها تزاير لها اسامي كتير بصوا بقى انا العجينة دي كانت زي ما قلتلكم بقالها نص ساعة في التلاجة تتقطع معي بالشكل ده بعمل ايه؟ بعمل منها اشكاله بحطها هنا دي اسهل حاجة او ممكن العجينة زي ما هي كده ببشرها على الوش اه لو ما عندكيش القطعات دي هتهميلي كده هتمسكي العجينة دي وتبشريها على الوش خلاص؟ طبعاً عشان افردها حطيت ايه؟ حطيت شوية ايه؟ دقيق علشان افردها وحطيت كمان على الرول بتاعتي هنا شوية دقيق علشان افردها ماشي؟ انتو بقى بتسموها ايه عندوكو بايا وساس حسين؟ ايوه صباح اليهضم صباح الفل صباح الفل زي حضرتك الحمد اللي حضرتك احنا بنسا عربما تشوف حضرتك كل يوم ربنا يخليك ولو شمسة غابت عن عينينا يوم الأمر الشيف بيفان بيطلع كل يوم مع كل يوم احلى قتلة ربنا يخليك والله تسلم حضرتك كلك زوء والله أهل أسوان كده وأهل النوبة يعني ناس فعلا يعني ملهاز دي والله بسلام انت والله تسلم كل شئر يا شيف حنبسونا اتكلمك كل يوم بتزودوا مكلمة لخطورة تلفناك شوية معلش احنا احيانا فعلا بيبقى عندنا مكلمات كتير انا يا رب اكون سلمها وحضرتك كويس الله يخليك حضرتك كتير يا شيف يا ربنا يخلي قولي بقى ايه اكتر ساندوش بتحب مربة التين اول حاجة والفرولة التين والفرولة احنا كده متفقين جدا 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 احنا كده متفقين جدا ربنا يخليك وان شاء الله تجرب المربة وتعجبك جدا وتجرب الباستا فلورة دي هتعجبك اوي اوي ربنا يخليك متشكرين جداً لحضرتك دايماً بجد سمعين صوتك ودايماً داعنا متشكرين لحضرتك جداً أساس حسين أوادي ما رب أجهزت معي خلاص أها بصوا القوام أنا عايز أوريكم بقى بمعلقة شايفين القوام بتاعها عامل ازاي بصوا شايفين ربطة ازاي شايفين مشي شايفين بقى الحتة اللي فيها اهي دي حتة دي حتة انا بقى المربة بالنسبة لي قطع المربة اللي هي دي كده اه ده صاص ماشي لكن قطعة دي أحلى حاجة ومش هتلاقوا القطعة دي يا جماعة من الآخر غير حاجة انتو عملتها على اديكو وفيها كلها بركة مش مستخصرين فيها شايفين الجمال ده أنا عملت بقى الطاطين واحدة نجمة كبيرة واحدة نجمة صغيرة اهو والعجينة عندي هي هي شايفين بمنتهى البساطة وبحاول أزين شكلها خلاص في حاجة صعبة ولا اي حاجة هنروح بقى فاصل صغير جدا ونا نجعلكو بسرعة نتكمل نقدم الفراولة المربة نشوفها نقدمها ازاي وكمان الباستا فلورة ندخلها الفورن وتطلع معينا استنونا هتلاقوني قوي بحب الحاجة البسيطة الازيزة اللي كله يعرف يعملها من استصعبهاش بصوا احنا عاملين من ولا حاجة بصوا عملنا شكل ازاي طحفة ويجنن ويما اخدش مننا وقت خالص كله عملناه واحنا مع بعض ماشي دلوقتي بقى هعمل ايه اول هلم كده الحاجة عندي و زي ما قلتلكو اسهل حاجة ممكن نعملها ايه مبروشة يعني نعمل العجينة دي كده ونجيب المبشرة وابشور ده على المربة من فوق دي كده اسمها المبشورة مشي المبروشة سوري ابشورها فهي جاي من اسمها المبروشة او اعمل ايه اعملها خيوط خطوط طويلة مشي وبرده ارصاصها على بعض وفوق بعض وكده بخليها كاروه انا بشوف ان احلى حاجة ان انا عمل اشكال دي بتبقى ايه مفرحة قوي الولاد وهم بياكلوا بالنسبة لي سهلة جدا وانتخدش وقت طيب هعمل ايه بقى دلوقتي هروح اجيب البيضة بتاعتي دي اهو وهروح مقلباها مشي بيه المعلقة ممكن استخدم السفار بس ممكن ايه البيضة مشي وطبعا ايه احط فيها رشة ايه الفانيليا بتاعتي اهي واعمل ايه بقى اعمل كده على بس الحاجات العجين اللي باين مش على المربة اهو اهي شايفين على العجين اللي باين طبعا ديها لشان تاخد لون ممكن نحط ايه كمان ممكن نحط زرة نسكة فيه وده اللي انا عملته في الحاجة اللي ايه تلعت بس انا لقيت نزارة النسكة فيه اه هي بتضيع الطعم بس بتلون بزيادة تمام بصوا بقى انا هدخل دي على درجة حرارة ايه درجة حرارة 180 ويه هرقبها اول ما الحروف عندي هنا تستوي ولا ايه هاخدت لون جولد كده اصفر حلو هروح طفية الفرن ومشغلة ايه الشوية خلاص ده لو عندي البوتاجاز بيشتغل ايه مش مع بعض طب لو مع بعض فما بشغلش الشوية بشغل المروحة هلاقيها تديني لون بسرعة جدا حلو جدا ومنستوية بس انا بفضل ان احنا نشغل من تحت الفرن وبعدين نطفين خلاص ونشغل الشوية ونرقبها اهم حاجة ان احنا نرقبها عشان يبتاخدش ايه وقت المفروض ان هي تاخد من تلت ساعة نصف ساعة بس هي ممكن خسب كل فرن واحد تاخد اقل عبو اكتر هعمل لي دلوقتي هدخلها الفرن ويجا اقول لكم ازاي هنحفظ المروحة اخوط طيب يلا بقى نشوف مربتنا الحلوة اللي جهزت انا فيفا عملتها وبعدين عايز احفظها بقى هحفظها ازاي هقول لك بقى اول حاجة هتجيبي البرتمانات بتاعتك اللي انت عايزة تحفظي فيها وتجيبي حلة كبيرة فيها مية بتغلي وتحطي فيها معلقتين خل تركزي كويس جدا في اللي انا بقوله خلاص طيب انا حطيت البرتمانات بتاعتي في حلة كبيرة مية بتغلي وفيها خل تمام بعد كده هتلحها هنحفها بقماشا واسقة من نظفتها جدا 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 او بمناديل من غير مئيدي تلمس البرتمان تركزي كويس جدا من غير مئيديك تلمس البرتمان طيب تمام وبعدين هسيب البرتمانات خالص خالص تنشف وما تتعرضش للهوا بشكل مبال انا اللي بناشفها انا اللي بناشفها ما بعرضهاش للهوا عشان ما فيش اي اي حاجة تدي فرصة ان في بكتاريا تكون فيها لازم بقى عندي هنا دي تكون برد تماما برد تماما برد تماما برد تماما برد تماما برد تماما لان هي وهي مش بردة هتديها فرصة ان انا لو حطيتها في البرتمان هتطلع بخار مية فهتعمل عفن خلاص طيب يبقى انا بردتها تماما وعقمت البرتمانات عندي هعمل ايه هحطها في البرتمان كده وخلاص لأ طول ما انا بحطها في البرتمان معلقة نشفة متعقمة زيها زي البرتمانات ومتنشفة تماما من غير ما ايدي تلمسها وانا بحط المربة في البرتمان اه دا اقلب ودليه عشان بفرغ الهوا منها اوكي وبعدين بجبس البرتمان على الاخر لازم اجبسه تماما وبعدين اغطيه كويس جدا اتأكد ان انا اغطيته ودخله تقلب صحلة اوي 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 بس لازم نتبع كل اللي احنا ايه قولناه ماشي تعالوا بقى نحط المربة الحلوة بتاعتنا دي بصوا قوامها عامل ازاي طلعت معنا اهي شايفين طحفة ازاي طبعا كل دا نقدر نتبعه برضو مع مين مع الفراولة ولو المشمش يبقى هنستخدم ايه طبعا مربة مشمش ولو الفراولة سوري هنستخدم جلي مشمش ولو الفراولة يبقى هنستخدم جلي فراولة عادي جدا اهي خلاص طبعا تبرد خالص زي ما قلتلكو ونعبيها في البرتمانوت لازم لكن انا هنا دلوقتي ايه اقول لكو بقى الله الله شايفين عاملة ازاي حكاية قوامها حكاية ايه مش عايز اسيب مقطة اهيه طبعا هتقطع قطع قطع وصدقوني ما هتلاقوا مربة في السوق بكمية القطع اللي احنا عاملينها دي غير ننزكوني عاملها في بيتك غير كده مش هتلاقي ابدا حاجة مليانة قطع كده مهما جبتيها غالية خلاص طبعا تقدروا يا جماعة تعتمدوا على السكر اللي في الفكهة ازاي نعتمد على السكر في الفكهة يعني مش هنحط سكر هنسيبها هي على النار ويه تبقى نار هدية تماما هي تبدأ تنزل ايه الفكهة للسكر اللي فيها لو مش عايزين اه تحط سكر ممكن تحط بمعلقة سكر واحدة لو عايزين طيب طيب ادي هنقدمها مع ايه زي ما اتفقنا يا سلام بقى لو عملنا شوية طوست كده حلوين نعم اهو مثلا بيها بي انتق طبعا طبعا مربة يعني سندو تشات فينو سندو تشات عيش بلدي انا مش سماكي قوي ايه بجد طيب الوقت بيعدي معاكم بسرعة ايه يا جميع طيب اه هي هحط التوست وطبعا نقدمه ممكن مربة نحط عليه القشطة اه هي وطبعا عندنا هنا ايه المربة خلاص دي ممكن كده زي ما اتفقنا اهو ننزل بقى ايه كده المربة بتاعتنا الحلوة بصوا شايفين قطعة ازاي اهي اهو طبعا طبعا بس هوزحها بايه المعلقة كده بادي ناخدها هنا طحفة وطبعا ايه اللي عايزين اشتع اهي هنا شايفين اهي كده مش عايزة قداري شكلها ان لونها حكاية 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 دارت شكلها قداري خلاص احنا هنحطها ايه حكا كده صغننة ودي عندي هنا كمان وتعالوا نجيب ايه دي ننزل هنا اهو ونحطها كمان جنبها واجبلكم بقى ايه المبروشة او الباستر تورا او المحار القلعة زيني كتير قوي اكتشرتها بس كلها لوصفة سهلة وبسيطة مع المربة تمام تمام جدا انشان ده اصغر كده اوكاين تعالوا بقى نجيب اعيزا وري كله في الفورن تعالوا بصولو اف الفورن عاملة ازاي شايفين اهي راحتها تجنن شايفين ملامحها هي هي ورحتها تجنن اهي جايبنها اهو بصوا النجوم نجوم زي ما هي وبدأت تاخد لون وحاجة حلوة قوي 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 هعمل ايه بقى دلوقتي انا هجيبلكو اللي طالع معايا اهي بصوا دي عاملاها برضو بشكل تاني اهي حكاية وتجنن وحلوة قوي بقولكو لما هتطلع ماتل نسكا فيه حاسية ان هي اخدت لون ففضلت ان انا لأحط على البيض نحط عليه فعنيليا احسن علشان ما تخدش لون مع امربة التين فتغمق مني لعيا لازم تكون لونها جولد كده ده بحلوة قوي يارب تكون حلقة النهاردة عجبتكو انا طبعا كنت مبسوطة معاكو جدا كالعادة يارب انتو كمان تكونوا اتبسطتو عملنا مربة التين بأسهل طريقة بأعظم نتيجة دي كو شفتو شكلها وقوامها عامل ازاي وقتلكو كمان طريقة حفظها دي مهمة جدا عشان تقعد معاكو في التلاجة بالشهر وبالاتنين وطبعا دي لهو قعدت يعني وكمان عملنا الباستا فلورا او المبروشة بمساميات كتير بطريقة سهلة جدا تقدري تعمليها في البيت ويفرحوا بيها جدا دي اعتبر وصفات جدتنا كانوا بيستسهلوها قوي وبيبشروا على طول العجينة على الوش وبيستسهلوها جدا فانا هايزاكو تجربوها تحبوها وولادكو هيحبوها ان شاء الله بكرا في نفس معادنا استنونا عملالكو اصفات طحفة من الاخر هتبسطكو جدا اليوم الخميس معروف اكلات سريعة تكاوي وكل الولاد بيحبوها ان شاء الله هتعجبكم هستنىكم في نفس معادنا من واحدة الاثنين في برناميكم كل يوم اكلها مع فيفيان على قناتنا تين تي في باي باي باي